اشتركوا في القناة او بالادوء المباحة مثل الحجامة شرب العسل مثلا وطريق حل السحر بسحر يخواننا لا يمكن ان يحل السحر بسحر لماذا؟ لان هذا مخالف للقرآن مخالف للسنة مخالف لأقوال الصحابة للسلف للأئمة فيه تضعيف للتداوب القرآن فيه تقوية للسحرة كيف لو عندنا الآن علاج مضمون مئة بالمئة وعلاج مضمون واحد بالمئة اي علاج تأخذ واحد بالمئة؟ لا يمكن العلاج بالقرآن مضمون مئة بالمئة كيف تترك العلاج المضمون وتأخذ العلاج الغير مضمون؟ بل على العكس الآن الساحر المعالج هذا عندما يعالج هذا المريض يزعم معالجة المريض ماذا يصنع؟ يصنع له سحر جديد فالمريض بدل ان يكون لديه سحر واحد اصبح لديه اكثر من سحر ثم ايضا ان الساحر الآن لا المعالج لا يمكن ان يعالج هذا المريض حتى يتقرب هذا المريض الى الشيطان يعني يشرك بالله ثم لو صبر هذا المريض ماذا له؟ جنة قال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولكن اذا لا يمكن ان يحل السحر بسحر